السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أشارك معكم قصة عن بداياتي مع قناتي في يوتيوب في 2011 بدأت قناتي بفيديوهات عن التربية ورعاية الأطفال وكان اسمها وقتها زينة الحياة الدنيا كنت وقتها مرة مهتمة في هذا الموضوع وكنت أحضر ورشات وأقرأ كتب وصار عندي أفكار كتير فراسية وحبيت أني أرتبها فعملت فيديوهات وحطتها في قناتي طبعاً لو تشوفوا أول فيديو مقارنة بآخر فيديو حطيته عن رعاية الأطفال والاهتمام بيهم كان في فرق شاسع مع الوقت تطورت بدأت أعلم نفسي أكتر أسس مثلاً تصبيت الفيديوهات والتصوير وهكذا بعدين طبعاً بطبيعة الحالة الواحد بتتغير اهتماماته انشغلت كمان مع دراسي في البكالوريوس في الطب بعدين عملت حملة نوافذ على التواحد فكانت حملة هدفها هو أنه نوجد معلومات باللغة العربية تكون موثوقة من مصدر موثوق عن اضطراب التواحد بدأت كسلسلة كمجهود فردي يعني فكنا فريق عمل ولكن ما كنا تحت أي جهة أو مؤسسة وكنت أنا قائدت الفريق وحتى في أول سلسلة هادي تشوفوا أنه أنا اللي جاء سأقدم المعلومات في الفيديوهات وكانت محطوطة في قناتي نفس الشيء طبعاً الواحد تطور ووقتيها بعدين عملنا جزء تاني لأنه صار فيه تعاون بيننا وبين المركز الجامعي لأبحاث التواحد ووقتيها كان نادي حياة تطوعي في كلية الطب جامعة الماكس سعود فصار فيه تعاون صار فيه صار فيه شراكة صار فيه كمان عندنا دعم مادي دعم إعلامي وعملنا جزء تاني وبعدين حتى عملنا جزء ملحقي يعني ممكن تقوله تالت أو تابع للتاني بعد من خلصت الحملة أعادنا فترة خلاص يعني ما عملنا فيديوهات سلسلة جديدة بس أعادنا فترة يعني كنا نتواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي مع المتابعين ونرد على أسئلتهم لما يتواصلوا معنا وكنا مثلا في كل سنة في اليوم العالم للتعريف بالتوحد ننزل أشياء أو نرجع نذكر الناس بالفيديوهات تبعتنا هذه الحملة اللي هي نوافذة على التوحد كانت تقريبا من 2012 ل2014 بعدين عدت فترة ما كان فيه شيء جديد على قناتي طبعا بس أحب أوضح أنه الجزء الثاني من نوافذة على التوحد والفيديو اللي هو الملحق الجزء الثالث كانوا كلهم على قناة مستقلة صارت لنوافذة على التوحد فزي ما قلت لكم مرت السنين وما كنت خلاص أحط أشياء جديدة بعدين تخرجت من الجامعة خلصت الامتياز وقعدت فترة تقريبا شهرين ثلاثة كنت مقدمة أني أكون يعني عضوهي التدريس مع الجوام تمامك سعود لكن كنت لسه أنتظر قرار التعيين وخلال فترة الامتياز لاحظت أنه كتير كانوا يتواصلوا معايا يسألوني عن طب المجتمع لأنه الهو الكميونيتي مادسن لأنه للكل عارف أنه أنا هذا كان من اهتماماتي وأنني مهتمة في هذا المجال تحديدا أقصد اللي كانوا يتواصلوا معايا هما زميلاتي اللي معايا في الطب أو اللي هما كانوا في الدفعة القادمة من بعدي فعادة كانوا يتصلوا فيها يسألوني عن الموضوع لما هيجوا يقدموا على التخصصات في البورد السعودي وينطلب منهم أنهم لازم يعملوا بالترتيب التخصصات اللي هي رغباتهم يعني فكانوا في منهم ودهم يحطوا طب المجتمع من الرغبات بس كم دهم يعرفوا أكتر عنه فكانوا يتواصلوا معايا من كتر الأسئلة جمعتها مع بعض ولما زي ما أمتلكم في الشهرين أو الثلاثة اللي صار عندي تفرغ فيها قررت أني أصور عنها فيديوهات كمان الشيء الثاني اللي خلاني أتشجع أني أعملها في هديك الفترة كان أني بدأت ألاحظ أن الناس بتصور في سناب شات وعلى طول ترفع ليوتيوب وهاديك الطريقة الجديدة عليها وأسهل لأنه زمان كنت أصور بفيديو كاميرا وأرفع على اللابتوب وأعمل أدتينج على اللابتوب فرتبت أفكاري وكتبت كده في ورقة يعني إيش هي المحاور اللي عادة كانوا يسألوني عنها ورتبت إيش كلام اللي ودي أقول والمعلومات اللي كان عندي إياها لأنه كان فيه كتير إشياء لسه ما أعرف عنها وعملت أول قائمة تشغيل عن اللي هي طب المجتمع كان اسمها وكانت للتعريف عنه طبعا جتني أسئلة أكتر عن الموضوع وصارت الناس تتفاعل معي أكتر وتسألني وكنت أكتشف طبعا عندي أغلاط وكنت أكتشف أنه فيه أشياء ما أعرف عنها وكنت أرجع وأصحح بس أيضا اكتشفت أنه حتى الشوية اللي كان عندي المعلومات البسيطة اللي كانت عندي كانت مفيدة لغيري ومجرد أني طلعت وتكلمت عن الموضوع وجدت أنه فيه حاجة هذا الكلام كان فيه تقريبا منتصف 2015 في 2016 طلعت الإبتعاث ولمن طلعت الإبتعاث ويمكن هذا الشيء ذكرته قبل في فيديوهات فجأة جاني يعني فورة حماس خاصة في البداية كل اللي حولي في البرنامج بدرسوا صحة عامة كلنا منتناقش في أشياء للصحة العامة كلنا مهتمين نقاشنا جدا مثري وبدأت أحس أنه هذه الأشياء ما وديني أنساها ووديني أشاركها مع الناس اللي بدرسوا الصحة عامة أو طب المجتمع أو الطب الوقائي فبدأت سلسلة مذكرات في الصحة العامة قائمة التشغيل هذه اللي هي مذكرات في الصحة العامة هي القائمة اللي حالياً فعالة يعني أي فيديوهات أنا بنزلها هلأ في سناب شات هي تنرفع في قائمة تشغيل مذكرات في الصحة العامة على قناتي في يوتيوب طبعاً هذه قائمة التشغيل تحديداً يعني فتحت لعيوني على كتير أشياء وتعرفت فيها كتير بالأخص على بكالوريس الصحة العامة في السعودية وكثير من اللي يتابعوني من بكالوريس الصحة العامة في السعودية فتحت عيوني للتحديات اللي بوجهوها وأيضاً خلتني كمان أتعرف على ناس كثير في مجالي ما كنت أعرف عنهم في السعودية يعني وصراحة التفاعل اللي بيجيني والأسئلة والاستفسارات هو اللي بيخليني صراحة دائماً عندي الدافع أني أستمر سواء يعني العبارات التشجيعية أو حتى الاستفسارات والتحديات اللي بتشاركوني إياها صرت أحس أنه يعني زي إكدني يعني علاقة معلم مع تلميذه أو بيسموها أحيانا بالإنجليزي منترش ما عرف إش الترجمة لهادي الكلمة بالعربي يعني بس الفكرة أنه أحس فعلاً أنه أنا شايلة همكم وأنني أنا مسؤولة عن الكلام اللي بقوله بس كمان بحس أنه فيه فايدة منه فهذا اللي بيخليني عندي الدافع بخلي عندي الدافع وبيظهر لي كمان أنه فيه حاجة للشيء اللي أنا قادة بعمله مو جاسة أسوي شيء الناس في غنى عنه بعد ما حكيتكم قصتي صراحة عندي طلب حالياً وزارة الثقافة والإعلام أعلنوا أنه فيه جائزة الإعلام الجديد والفكرة من الجائزة أنه هي تعطى لشخص سعودي أثر في حياة الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإذا لقيتوا أنه أنا أفدتكم في شيء وأنه فيديوهاتي سواء عبر سناب شات أو ممكن تشوفوها كلها موجودة حتى في يوتيوب إذا حتدتوا أنها أثرت في حياتكم فادتكم بطريقة فلو سمحتوا رشحوني للجائزة هحط الرابط طبيعي الجائزة تعتمد هي على عدد الناس اللي برشحوني وعلى الكلام اللي هينكتب في نموذج الترشيح لما ترشحوني وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة